ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله تشريح جثة الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات بعد نقلها لمستودع الأموات بمستشفى جرسيف الإقليمي بعد معاينتها من طرف الضابطة القضائية في إطار البحثة الذي أمرت به حول حيتيات وظروف ملابسات هذا الحادث المؤلم وكان الأب بصدد تسوية ركن سيارته قرب منزله بضوار مغراوة ولاد أبو عز نحية جمعت أولاد بوريما في انتظار الانطلاق بها إلى سوق جماعة ميز كيتام دون أن ينتبه لوجود ابنه خلف السيارة إلى أن سمع صراخه بعدما دهسه ليدخل في حالة هسيرية من الصراخ والعويل